موسيقى في الفيديو بتاع النهاردة هقولك على ست غلطات ست كوارث بتعملها وانت لسه في البداية تعال نعرفهم واحدة واحدة وعايز اقولك ان الستة نواقعت فيهم تعال كده ايه نتكلم فيهم واحدة واحدة وتعلم من الغلطات بتاعتي عشان تصرع عملية التدريب بتاعك يعني انا الغلطات دي غلطة من حوالي اتناشر سنة انا جاي لك دلوقتي واقولك تعملش ده ولو انت بتعمل ده فيعني بص لو ايه لو عملت غلطة ولا اتنين فالحمد الله انا لحقتك قبل ما تعمل الباقي فانا هقولك على اشهر ست غلطات بتحصل في البداية تعال نشوف الموضوع ده بس ما تنساش انك تشير في القناة وتفعل زر الجرس ما تنساش تبص بص على موضوع الانتساء بعمل كورس مخصوص للشارعي وكورس مخصوص للغربي بينزل كل يوم المحاضرة فلو انت عاست تتفرج على الفيديوهات دي وعاست تعلم الكمانجة تحضر المحاضرات بتاعتنا تلاقي كل ده موجود في الانتساء بالقناة تاسب للقناة ويلا بينا نشوف الموضوع ده رقم واحد ودي الحمد لله انا ما وقعتش فيها بس يعني دي انا بيشوف ناس كتير اهو بيقعوا فيها وهي انك ما تشتريش كمانجة غالية في البداية وانت مش متأكد انك هتكمل كلنا بنتخدع في حتة ايه ان الكمانجة سهلة وانا هجيب الكمانجة هعرف هلعب انت بتبقى فاكر نفسك كده وكلنا بنتم بفاكرين في البداية كده اللي هو ايه يعني يوم ماي اسبوعين ثلاثة وهبتدي اقول يعني حتى لو مش هعزف هعزف هبتدي اقول عليه لكن مش دي الحقيقة طبعا هي دي الحقيقة لو انت معاك حد متابعك وده نقطة هنتكلم فيها كمان شوية ولكن الموضوع مش بالسهولة اللي بنبقى فاكرين فبتلاقي لو فتحت انت الماركت بليس كده هتلاقي في كمانجات بالهبل بتتعرض للبيع لو انت اشتريت كمانجة غالية في البداية اولا هتبقى صعب بتباعها لو انت يعني حبيت ان انت تباعها لو انت خلاص بقى قلت انا موضوع مش بتاعي وقررت انك تباعها هيبقى صعب عليك انك تباعها لان ما فيش حد هيبدأ ويدفع المبلغ اللي انت اشتريت بيه كمانجة الغالية دي ادي اول حاجة تاني حاجة وهي لو انت يعني خلاص قررت ان انت تركينها عندك متعملش بيع حاجة فانت هتبقى رميت فلوسة على الارض فا يعني تشتريش كمانجة غالية في البداية الا لما تلاقي نفسك بدأت تعزف او انت عارف انك هتكمل غصب عنك اللي هو انت جايب الكمانجة وعارف انك هتكمل غصب عنك ويسيبك بقى من حتة انا عايزة جيب كمانجة صوتها حلو في البداية عشان ابقى مستمتع وانا بقى ما فيش الكلام ده فيش الكلام ده انت لو ما ساكت اغلى كمانجة في الكوكا بقى بقى صوتها برضو منها البنيلة ليه لان المشكلة فيك مش في الكمانجة فا يعني المهم انت فهمت انا عايزة اقول ايه تعال ندخل في النقطة التانية تاني حاجة بقى او انت بتشتري الكمانجة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية دي ايوا الكمانجة اللي كانت في النقطة الاولانية دي ما تسمعش بقى فيديوهات وريكوردات للكمانجة اللي انت هتشتريها متعملش كده لو عملت كده تمام بس مايبقاش ده المعايير بتاعك للشرق ليه يجي واحد عارض كمانجة على ماركت بليس على ديوبوزل على اي موقع من الموقع اللي بنبيعها للمستعمل ويقول لك موجود صوت للكمانجة تقدر تسمع صوتها ويبقى مسجل لك كده فيديو ولا مسجل لك تراكه ويقول لك خد اسمع ليه بقى ما تحكمش من القصة اللي انا بتكلم فيها دي لأسباب كتير قوي اول سبب انتش ضمنك ان الصوت اللي انت سامعه ده هو اللي طالع من الكمانجة دي ما يمكن لعب على كمانجة تانية واخد الصوت ومركبه على الفيديو وحطه على عادي عادي احنا اي حد في المونتاج يقدر يعمل ده يحط صوت كمانجة على صوت كمانجة تانية ما يجراش حاجة وهو انت هاني فكر فيديو هاد الفيديو كليب اللي بيتصور مسلا اي فيديو بتصور او الدور بتصور برا هل بيبقى الصوت متسجل ساعتها دقا طبعا بتسجل في الاستوديو وبقى يتركب على وبتلاقي الحركة ماشية مع الصوت بالملي فده طبيعي ايه ده قصة منتاج كده بالمناسبة انا عامل كورس في المونتاج لو انت عادي عايز تتعلم اللي هي في القصة دي فهبقى اعمل لكم فيديو مخصوص عن الكلام ده هو بعيد عن الكمانجة بس يعني يعني الشيء بالشيء يوسكري مهم ان انت هتلاقي ان الصوت ده مش بالضرورة يكون بتاع الكمانجة دي دي اول نقطة تاني نقطة بيدخل في الموضوع ده جودة المايك او الموبايل اللي بيصور يعني هو لو معاه موبايل كويس هيطلع لك صوت كويس معاه موبايل تعبان لو الكمانجة غالية هيطلع لك صوت برضو مش قد كده فقادي تاني حاجة تخليك ما تحكمش بالصوت تالت حاجة بقى العازف نفسه هو لو عازف محترف لو مسك رجل كنا بقى هيطلع منها صوت حلو فما تفتكرش ان انت هتاخد الكمانجة منه تطلع الصوت ده عشان بس ايه هتكون في الصورة لا هو العازف نفسه يقدر يخلي لك ايكمانجة جميلة يقدر يخلي لك ايكمانجة صوتها حلو فخلي بالك برضو من الحتة دي الحاجة بقى الرابعة وهو المكان اللي بيسجل فيه ما يمكن بيسجل في مكان فيه صدى صوت مثلا خفيف ده هيديك احساس ان الكمانجة بترن والنصوتها عالي والنصوتها جميل بينما مش دي الحقيقة هو اللي ساعد في ده المكان اللي هو قاعد فيه فيعني ما تحكمش اه اسمع عادي وشوف الفيديوهات بتاعتها ما يجراش حاجة ولكن ما يكونش ده معيارك يعني ما تقولش خلاص انا اشتريت لا روح وجرب بنفسك ما انت هتقول لي طب انا عامل ايه اقولك لو انت بتعرف تعزف روح وجرب روح امسك الكمانجة واسمع صوتها ما بتعرفش خد معاك حد بيعرف يعزف واسمع صوتها على الحقيقة سيبك بقى من حتة ايه انا بعتلك فيديو وانا سمعك صوت لكلام ده ولو الكمانجة اللي انت بتشتريها الخيصة فكله زي بعضه كله كل الكمانجات اللي هي بتتعلم عليها دي زي بعضها صحيح فيه انواع راحة في ده هي خالص بس كلها متقربة لبعض فيعني مش مستهلة شغلانة دي كلام ده هتعمله في الكمانجات العالية شوي تعالي ندخل علينا النقطة الورقة رقم ثلاثة واتكلمت عنها قبل كده وهي الاوطار ما تشتريش اوطار غالية بالله عليك هتمسك الكمانجة تك تك قطعت طقم الاوطار وقعدت طلطم جنبه ما تعملش كده استرخص في الاوطار طول ما انت في البداية طول ما انت في البداية انت عطيها تقطع وتجرب وهتبوزها فلو باطر بوز بعشرة جنيه طبعا ما فيش وطر دلوقتي بقى عشرة جنيه بس يعني كان فيه زمان لو وطر باص من نبو عشرة جنيه ده مش هيبقى زي وطر باص بألف جنيه فقا في البداية انت مش محتاج اصلا تجيب اوطار غالية انت الجودة دي انت مش هتعمل بيها حاجة والجودة دي اصلا مش هتفرق معاك على الكمانجة اللي انت بتتعلم عليه فقا صباح يفول تشتريش اوطار غالية ندخل على النقطة اللي ورا رابع حاجة بقى بعد ما انت عملت الكلام اللي فده كله وجبت الكمانجة وركبت على الاوطار يعني بص المشي حالك عايز تتعلم بقى تابع مع حد ما تقعدش ايه تلف كده حوالين نفسك ولو افترضنا حتى ان انت بتتابع على اليوتيوب يعني لو انت مسلا جبت كورس كده عاجبك على الكمانجة وقعدت تسمعه ما تقعدش بقى تجري يعني ما تقعدش بقى مسلا ايه جبت الحلقة الاولى لا انا نجيب الحلقة المية نشوف بيقول ايه بعد كي نجيب الحلقة الخمسة ما تعملش كده الراجل اللي انت متابع معاه او القناة اللي انت متابع معاه او المدرب اللي انت متابع معاه انا افضل طبعا ان انت تتابع مع المدرب في البداية بشكل شخصي عشان يسمعك ويقولك انت ماشي صح ولا غلط تتابع معاه سواء كنت بتروح لأونلاين يعني الموضوع ده ما بيفرقش لو انت هتتابع اونلاين يعني انا شخصيا ما بيفرقش معاه في حاجة لان انا بشتستخدم في الانلاين اتنين ايباد وكاميرا وبتاع فانت بتبقى حس ان انا قاعد في وشك. درجة ان فيه ناس بتستمتع بالانلاين اكتر من انهم ما يجولي. بس المهم ان انت تسأل حد يا اخي حتى لو هتتبع مع واحد على الواتساب. بس المهم ان حد يسمعك يقولك انت تمام ولا عندك حاجة تتصلح. فاول حاجة ركز في اللي انت بتسمعه. ما تقعدش تجري. ما تقعدش تتنطط بقى تجيب لي فيديو. وما ما تروحش تقول لي ازاي اتعلم فيبراطو وانا لسه بقى مسك الكمانجة. الحركة اللي هي دي. يعني بص ايه دا كده? ايه دا وصال لع النبي. ما ما تروحش تبقى ايه? تجري كده? لا امشي بترتيب مدرب حطه. يعني انا مسلا المنتسبين عندي عامل لهم الكورس بتاع الكمانجة سواء كان شارع او غربي. انا ماشي بترتيب ترتيب منهج. انا فاهم انا بعمل ايه. فما تجيش تقول لي تلاقيها في المدرب او الشخص اللي انت بتتبعه دا. انه يكون بيحاول يعلمك مش يحفزك اغاني. يعني المدرب اللي تلاقيه يلا بينا نازف اغنيت كزا يلا بينا نازف اغنيت كزا يلا بينا وهو ما بيدكش غير اغاني دا تسيبه وتمشي. تسيبه وتمشي ليه? لان انت فعليا وانفرض انك حفزت معاملة اغنية. الاغنية مية واحد انت لازم هتلجأ له برضو. المدرب الشاطر هو اللي يعلمك ازاي تستغنى عنه. ودي جملة انا بقولها لكل المتدربين عندي. انا بعلمك ازاي ما تحتاجنيش. انا لو عايزك تفضل قاعد جنبي هافضل احفزك في اغاني دو فاصل مش عارف ايه وخلاصنا. انت فعليا ما استفادش حاجة. انت فعليا ما تعلمتش حاجة انت كنت عامل زي الكاسد كده. اللي هو انت بتسجل البتاعه وخلاصنا. فما تعملش كده. لقيت المدرب بتاعك بيعمل معك كده سيبه ومشي. ندخل في النقطة اللي وراء. رقم خمسة ودي يعني بص بتقابل اي حد بيبدأ. انه بيزهق بسرعة وان التمرين متعب وصعب وحس ان هو ما وصلش لحاجة. كامل. التمرين متعب اعرف انك ياب تستفيد. عارف التمرين لو بقى سهل ما تعملوش. وبالمناسبة انت بتتمرن لحد ما تبقاش عارف تغلط. يعني لو انت لو حاولت تغلط ما تعرفش. مش ان ان انت جبتها صح مرة فخلاص كده انا خلصت التمرين. لأ. وعايز اقول لك انا بعد اتنشر سنة اهو. حد النهاردة بلعب سلم دو. حد النهاردة بتمرن تمرين عادي. آآ بتمرن معاك التمرين بتاع اللي هو الفيديوهي بتاع عادي. فالتمرين ما بيخلصش. وعادي ان انت تفضل تلعب نفس التمرين كل يوم. ما يجراش حاجة. التمرين لو بقى سهل عليك غيره. صعبه شوية. ها التمرين اصعب. لكن ما تقولش بقى التمرين ده صعبة فانا مش هلعبه. او انا زهقت. ما هو انت لو ما عملتش ده مش هتوصل للي انت عايزه. ده ده قاعدة كده حطها في دماغك. يعني انت لو ما عملتش التمرين مملة السخيفة دي. لو ما تعلمتش نوتا وتعلمت القصص اللي احنا عم ينرغي فيها دي من الصبح مش هتوصل للي انت عايزه. انت هتبقى قد بتبتلف حولين نفسك. اللي هو انت لأ زهقت من التمرين ده فراح تدور آآ ازاي تلعب على خامس. يعني انت لسه في البداية انت لسه البوزيشن الاول مش جامعك صح? فخلي بالك من النقطة دي وما تزهقش وكمل زي ما انت عادي. النقطة الستة بقى وهي لها علاقة برضو بموضوع التدريب او ان انت يعني تتدرب مع حد وهي ان انت تركز مع حد. يعني انت مثلا ونفرد انت بتتمرم معي. انت مثلا حبيت ان انت تاخد كورس معي. يبقى لما تيجي تتفرج او تاخد معلومات تابع الشخص ده. يعني هو بيبقى ليه فكره ومنهجية في الطريقة اللي بيمشيك بيها. في تسلسل المعلومات اللي هتاخدها. فالتزم بالطريقة دي. ليه? لان هو حطط لك خطة. يعني انا بكلم عن نفسي. انا ببقى حطط لك خطة. ما تروحش انت بقى ايه? عايز تكسر الخطة دي وتحط انت حاجة من مزاجك. انت لسه في البداية فانت لسه مش فاهم ايه الاصلح لك دلوقتي. فاسمع الكلام وامشي ورا الخطة اللي بتبقى محتوطالك. سواء انا او غيري. يعني انت دلوقتي قعدت مع مدرب. مدرب ده انت حسيت فعلا انه بيعلمك مش بيحفظك اغاني خلي بالك اللي بيحفظك اغاني ده بيفرحك. يعني انت بتبقى مبسوط جدا ومزاجك حلو. ده انا لعبت وغنيت كزا ده انا لعبت وغنيت كزا. ماشي انت فهمت ايه? انت كراجل بتتعلم مزيك انت متعلمش حاجة. فلو انت روحت مع مدرب ولقيته بيعلمك مزيكة فعلا مهتم انه يعلمك. امشي بالخطة بتاعته. امشي وراه. ما تروحش مع مع نفسك بقى على اليوتيوب وبتاعه وتدور على حاجات لسه مجاش قوانها. ما تعملش كده. امشي بالخطة والمنهج اللي المدرب بتاعك حتطهولك. وبالمناسبة المنهج ده مش لازم يكون كتاب سوزوكي او كتاب سيفجك او كتاب مش عالي. لا. هو بيبقى قاري فيك الطريقة اللي اتناسبك. يعني هو بيبقى شايف فيك انت واحد مثلا بيزهق بسرعة. انت واحد مثلا عنده استعداد انه يتمرن. كل واحد وليه شخصية وبترجع لخبرة المدربة. انا ببص في وشك كده ببقى عارف ايه التسلسل اللي يمشي معاك. فلاقيت المدرب كويس مهتم انه يعلمك. امشي بدماغه. امشي بالخطة اللي واحدة تطالك. ودي كانت ست نقط. اتمنى انك ما تغلطش فيهم. ولو غلطت في واحدة ولا اتنين فدينا لحقتك من الارباح البقائين. عندك اي سؤال? اي طلب? اي حاجة? اي اغنية عايز نعملها لك فيديو? سبها لي في الكومنتات. اشوفك الفيديو اللي جاي. السلام.